فيديو النهاردة من اهم الفيديوهات لان كل الطلبة في كل المراحل الخاصة بالتنسيق لازم هتكون محتاجة الفيديو ده فالفيديو ده خاص بالناس اللي يقدموا في مراحل التنسيق فلازم تشوف الفيديو قبل ما تجاهز موضوع التنسيق لان جايب لك معلومات مهمة وخلفية مهمة جدا بخصوص الرغبات وازاي تنسقها وازاي ترتبها عشان ما تقعشي في مشاكل انت في غنى عنها ان شاء الله الرقم السري والرقم القومي اللي موجودين في الاستمارة بتاعت حضرتك لتسلمها من المدرسة او بيان النجاح انت خدته يعني من المدرسة اللي دفعت فيه 65 جنيه دوت تروح وحطه قدامك في الاول خالص طبعا قبل ما تبدأ تعمل اي حاجة تروح ما يسميك كده ايه بالراحة وتكون قبلها طبعا محدد رغواتك ايه بالزبط السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اعزائي طالبة وطالبات شهادة السنوية العامة السادة وليها الامور الكرام اهلا بيكم جميعا في هذا الفيديو الف الف مبروك على نجاحكم والحمد الله على كل حال مهما كانت النتيجة نحمد ربنا عليها عملنا تظلمات عشان ما نلمش نفسنا بعد كده وربنا سبحانه وتعالى يكتب لنا النتائج كويسة في موضوع التظلمات وربنا يسر لابنائنا وبناتنا واخواتنا في الدور التاني بازن الله ولعل الايام القادمة تسفر عن نتائج ايجابية وطيبة لهم النهاردة ان شاء الله بنتكلم عن ازاي تمنع رغبتك صحة الـ 75 رغبة تمنعهم بشكل صحيح ازاي خليك معايا ومش معايا خطوة بخطوة علشان ما تقعش في اي غلطة طالب بيحدد اسلوب الاختيار بتاعه بمعنى انك انت مثلا شعبة ادبية فانت في المرحلة الاولى على سبيل المثال بتحدد الكليات الخاصة بالشعبة الادبية ازاي اللي انت بتقول عليها ايه كليات القمة الاسار السياسة الاقتصاد الاعلام لو انت عمل فيها قدرات يعني والالسن طبعا دي كليات القمة على مستوى الادبي فلو انت حاسس ان واحدة من دول هتجيلك فانت ايه بتنشن عليهم وطبعا بالنسبة لكليات الاسار في اكتر من كلية على المستوى الجمهورية فانت كده في ورقة خارجية كده مع نفسك بتحدد هذه الكلية موجودة في كام جامعة بالتسلسل الخاص بالاقرب فالابعد سنة بسنة بحيث انك بده تتوقع ان الكلية دي ممكن تجي اما لو انت مثلا شعبة علمية اللي هي العلوم فطبعا بتحط كل الكليات قدامك الخاصة بالشعبة علمية وعلى رسولهم كلية الطب ووراها الاسنان ووراها سيدالة ووراها علاج طبيعي ووراها بيطاري مع ان طبعا البيطاري بينزل للمرحلة التانية جزء منه كبير ينزل للمرحلة التانية برضو خلي بالك عد كام جامعة على مستوى الجمهورية فيها الكليات اللي انت عايزها دي يعني شوف عدد كليات الطب وعدد كليات الصيدالة وعدد كليات الاسنان وتكتبهم فوراها خارجية وترصصهم كده مع بعض الاقرب فالابعد سنة بسنة اما بالنسبة للشعبة الهندسية المرياضة فانت برضو بتكتب كليات الهندسة وبالاقسام بتاعتها فيه هندسة تعديل وبترول الهندسة بقى العادية عمومة بصفة عامة بتكتب كده برضو فوراها خارجية بتنظم كده مع نفسك هندسة عن شمسة هندسة مثلا بانها اللي هي في شوبرة هندسة اسكندرية هندسة كذا هندسة كذا حسب المكان اللي انت واخد منه الشهارة السنوية العامة عشان كده بنقول انت بتحدد على حسب التخصص او الشعبة اولا اوكي ايه بقى الحاجات اللي لازم تكون معاك وانت بتكتب الرغبات طبعا استمارة النجاح لازم تكون قدام حضرتك كده اللي فيها الرقم السري وفيها الرقم القومي وطبعا جميع البيانات الاخرى برضو رقم جلوسك في السنوية العامة المدرسة اللي انت متخرج منها المحافظة اللي انت مقيم فيها عنوانك بالتفصيل طبعا اه يعني شوية معلومات عامة كده بالنسبلك معروفة يعني لازم تعرف انك وانت بتكتب البيانات بتاعتك اه طبعا كلها بتتسجل اه بشكل الإكتروني سريع اه على الحاسب الآلي اسهم في سهم اتجاه علوي اه اه دول لو انت حطيت اي جزئية خطأ بينبهك الحاسب الآلي ليها ارجع وصلح كذا وامل كذا ده طبعا طبعا ليه الموقع الجغرافي اللي انت مقيم وساكن فيه موقع التنصيق نفسه هيقوم بتنبيهك في حالة لو انت عملت اي خطأ وخصوصا في موضوع التوزيع الجغرافي المتدرج حيث يمكن للطالب تحريك الرغبات لأسفل او لأعلى باستخدام طبعا الاسهم الجانبية اللي هتكون موجودة على الشاشة او حتى الغاء الرغبة بالضغط على X يبقى انت دلوقتي لما تيجي انتحدد الكلية طبقا للموقع الجغرافي او التوزيع الجغرافي لازم تختار صح بمعنى انك انت لو من شبرى الخيمة مثلا المفروض بتاخد او بتختار بيت كزا التابعة لجمعة عين شمس بعدها جمعة بنها بعدها جمعة حلوان او عين شمس وراها حلوان وراها بنها ولو في عندك في القاهرة طرح كاتب القاهرة بعد كده بتخش بها على الاقليم كده بالتدريج يبقى انت ما تبدأش من البعيد للاقرب لا انت بتبدأ بالقريب ثم الابعد شوية بشوية اتقل لبالكم من الحاجات ديت علشان ما تعوش في مشكلة التحويل بعد كده الطالب لو كتب ترتيب جغرافي غلط وهو بيختار مثلا مثلا يعني انت خصص الحاسبات والمعلومات مثلا كان المفروض انه هو يحط حاسباته معلومات حلوان الاول قبل الفيوم لو هو من القاهرة الميزة طبعا اللي انت هتلاحظها ان عندك تلات خنات في خانة خاصة بالسهم الاعلى والخانة التانية السهم الاسفل والخانة التالتة الاكس السهم الاعلى انك انت بتجيب الرغبة اللي فوق تحكم فيها السهم اللي تحت تنزل بالرغبة دي تحت بدل ما هي فوق الاكس بقى انك انت بترغيبها خالص عشان بتحل محلها لرغبة اخرى يازم تراجع كل الرغبات كده مع نفسك واحدة واحدة وبعدها بترسلها لحاسب التنسيق المركزي انك انت بتكتب الرقم القوم بتاعك والضغط على مفتاح تسجيل يبقى انت توم ما ضغطت على تسجيل يبقى انت كده ايه سجلت خلاص والخطوة دي خطوة مهمة لاجراء عملية التسجيل هتظهر للطالب استمارة الرغبات اللي هو بقى كتبها خلاص ساعتك هتطبعها هتلاقي كل الرغبات بتاعتك لانت ادخلتها بنفس الترتيب بتاعك تطبعها انت بقى والبرنامج هيديلك ايصال مؤرخ بتاريخ وساعة تقدمك ورقم مرجعي بس يمكن الرجوع لبيانات بتاعتك تاني ويمكنك ايضا حفظ نسخة من رغباتك الجهاز بتاعك في البيت حتى يمكنك الرجوع اليها وقت الحاجة طبعا يا جماعة بنشير لان ممكن لك انك انت تعدل وتبدل في رغباتك لكن بشرط يكون الكلام ده كله يحصل قبل ايه نهاية مدة الرغبات طبعا مكتب التنصيق بياخد باخر تعديل انت اوم تي بي بتلاقي مطبوعة كده فوق خالص تم تسجيل قائمة رغباتك بنجاح رقم التسجيل كذا كذا احتفظ برقم التسجيل والرقم السري حتى ظهور النتيجة طبعا الرقم السري ده انت بتكون مجاهزه قبل ما تبدأ في كتابة كتابة البيانات بتاعتك او كتابة الرغبات بتاعتك يبقى الرقم السري والرقم القومي اللي موجودين في الاستمارة بتاعت حضرتك اللي تسلمها من المدرسة او بيان النجاح انت اخدته يعني من المدرسة اللي دفعت فيه 65 جنيه دوت تروح وحطه قدامك في الاول خالص طبعا قبل ما تبدأ تعمل اي حاجة تروح ميسمي كده ايه بالراحة وتكون قبلها طبعا ما حدد رغباتك ايه بالزبط ايه وعتقول ان الكلية دي ممكن ما تجيليش لا املى رغباتك وحط في اعتقادك ان المكان ده ممكن يجيلك يبقى حط في دماغك وانت بتكتب كأن الرغبة اللي انت بتكتبها دي هتجيلك بكده يا شباب نكون غطينا موضوع التنسيق والرغبات والترتيب والموقع الجغرافي ان شاء الله في الفيديو اخر احاول اتكلم عن موضوع تقليل الاختراب والكليات الاقليمية عشان ده برضو موضوع مهم جدا لان يا جماعة فيه كليات اسمها كليات اقليمية يعني ما ينفعش انت مثلا في كلية انت عايز تقدم في كلية التربية اه فانت بتروح بتتمسك لكلية التربية اللي انت تابع ليها ما ينفعش تروح تقدم في كلية التربية بعيدة عن محافظتك مش هتقبلك حتى لو انت مجموعك هيجيبها فخلي بالكم النقط دي ياريت يا جماعة ما تنسوناش بعمل لايك ياريت تعملوا اللايك اللايك مهم جدا جدا لينا اه وبرضو نعمل شير للفيديو عشان تعمل فائدة والكل يستفيد من المعلومات اللي احنا قدمناها وياريت تشتراك بالضغط على الزر الاحمر اسفل الفيديو وعلامة الجرس حتى يصلكم منا كل جديد باستمرار واحنا معاكم خطوة بخطوة في التنسيق والرد على استفساراتكم وان شاء الله هنزلكم فيديوهات خاصة بالمجموع الفلاني بياخد كلية معينة وهكذا ربنا وفاكم ربنا معاكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته